أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العالمين الجديدة بغرض تحقيق عدة أهداف منها إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتنويع مفردات الجذب السياحي وتوفير فرص عمل مستدامة وزيادة العوائد الدولارية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين والمطورين السياحيين لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة ومن جنيبه أشار المستثمر السياحي ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق ريكسوس العالمية إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاقرة لمناقشة فرص الاستثمار في مدينة العالمين الجديدة مشيرا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة في دوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة واتصلا بذلك تم استعراض مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون متر مربع وبطول نحو 7 كم على البحر من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة وممارا مائيا متصلا بطول المشروع ومطاعم عالمية ومنطقة للمال والأعمال فضلا عن مباني سكنية وإذرية وتجارية